موسيقى مرحبا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج حديث الخليج نركز فيها على موضوع القمة الخليجية والتكهنات حول انعقادها من عدمه والبداية مع العناوين معلومات عن بدء الكويت الاستعدادات لاستقبال القمة الخليجية الأسبوع المقبل بعد تكهنات عن مصيرها موسيقى عودت التساؤلات عن شكل القمة ومستوى التمثيل ومشاركة قطر فيها واحتمالات مقاطعتها موسيقى اقترب الموعد السنوي للعقادي قمة مجلس التعاون وسط استمرار الغموض والتساؤلات حول إمكانية التئام شمل القادة الخليجيين في ظل استمرار أزمة مقاطعة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين وقد أكدت تقارير انعقاد القمة في الخامس والسادس من ديسمبر في الكويت سبقها سيناريوهات كثيرة بينها مشاركة قطر وأخرى من دونها وثالثة باحتمال تأجيل القمة وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على بقاء المنظومة الخليجية المحوودة ومستقبلها تقرير عن الموضوع نتابعه سويا تجددت التساؤلات حول انعقاد القمة الخليجية مع اقتراب موعدها السنوي المعتاد في ديسمبر فمن المقرر أن تصطديف الكويت هذه الدورة وسط غموض حول إمكانية عقدها ومستوى التمثيل فيها أو احتمال تأجيلها بما يتيح المجال لإفراز حل ما للأزمة الخليجية من الكويت الوسيط بين قطر ورباع المقاطعة السعودية الإمارات والبحرين ومصر برزت معلومات تؤكد الإنعقاد بمشاركة قطر من دون أي تأكيد رسمي من أي جهة جاء ذلك بعد تصريح لوزير الخارجية السعودي عدل جبير قال فيه إنه ورغم خطاب القطريين والصوت العالي إلا أنهم استجابوا لمطالب لنا مثل توقيع اتفاقية مكافحة الإرهاب مع أمريكا والتخلي عن حماس داعيا الدوحة إلى بدل جهد أكبر لتحقيق المصالحة لكن ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة أعلن سابقا رفض بلاده حضور قمة تشارك فيها قطر ما لم ترجع الأخيرة إلى رجدها ولكن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قال إن الوقت ما زال متاحا لعقد القمة وأن المجلس يمر بمرحلة صعبة ولكنه يمرض ولا يموت فهل تصح التوقعات قبل النقاش نتعرف على نتائج استطلاع الرأي الذي أجرينا على منصات الحرة لوسائل التواصل الاجتماعي على السؤال التالي هل تتوقع عقد القمة الخليجية في موعدها السنوي في ديسمبر وما شكل إنعقادها 26% توقعوا أن تعقد بمشاركة قطر و32% توقعوا أن بعض الدول راح تقاطع القمة و42% رجحوا تأجيل القمة حتى تحل الأزمة القطرية للحديث عن هذا الموضوع نرحب بالإعلام القطري عبد العزيز آل إسحاق من الدوحة ومن الكويت عبر الستلاية المحلل السياسي دكتور فهد الشليمي وفي الستيديو نرحب بالكاتب والمحلل السياسي سعودي عبد الله ناصر الاعتابي أهل وسهل فيكم جميعا رح أبدأ فيك دكتور فهد هل أنت متفائل بنجاح الجهود الكويتية في عقد قمة خليجية في ديسمبر في الكويت ولا سيما بعد معلومات لرويتر استؤكد عقد القمة في الخامس والسادس من ديسمبر المقبل بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد الحقيقة بتواجدي معاك ومع الزملاء المشاركين وأهني الحقيقة في هذا البرنامج ونستغل أهني الدولة التي فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بعيادها الوطنية وأيامهم الوطنية الخليج دائما كان جسم واحد وللأسف يعني إحنا حاشنا شرخ وضربة قوية جدا وهذا الشرخ كان على مستوى القيادات طبعا هذا الشرخ لم يكن له الحقيقة تسريبات لكي تؤهل الشعوب مع العلم أنه كان هناك اتفاقية في 2014 ووفقوا عليها في شروط معينة فجأة طلع لما تكشفت الأوراق وجدنا أن الأمور يجب أن تتصلح ويجب أن يكون هناك تعديل ويجب أن يكون هناك استجابة من الأخوة في قطر إلى أن وصلنا إلى هذا الأزمة وبدأ فينا كل واحد يشمت في دول العالم وبدأ يتدخل الإيراني والتركي والروسي والبريطاني يعني موقف الحقيقة محزن للأسف الشديد لم نجد بوادر الدول المقاطعة كانت عالية في السقف استنادا إلى حدث تاريخي أنه في 2014 كان فيه التزام ويجب أن يطبق هذا الالتزام الأخوة في قطر قال لك إحنا ما إحنا محتاجين ولكن الحقيقة أن إحنا كلنا خسرانين طيب دكتور فهد الآن في جهود الكويتية منذ البداية بدأت مع بداية الأزمة في محاولة رأب الصدع والآن الجهود الكويتية أيضا هناك بعض الحديث بأن هناك بعض المساعي الكويتية لانعقاد القمة بوجود قطر فهل تنجح هذه الجهود؟ والله أعتقد شو في قرار مثل هذا ممكن يحدث في خلال 24 ساعة لأن هذا الغرار ما يتخذ من خلال القنوات العادية إذا أردنا أن نقول والله قمة في التحليل العادي نقول لا توجد قمة لسبب بسيط لأنه لم تعقد مجالس الوزارية ومجلس التعاون الخليجي الوزاري ولم يتم عقد وزارات الخدمية ووزارات السيادية لأنها تشارك في البيان الختامي هذه القمة قد تكون تتخذ على مستوى رؤساء الدول وملوك الدول وأعتقد أن الكويت ما بعثت رسائل إلا أن هناك مؤشرات إيجابية لا يمكن أن يبعثون برسائل ومندوبين يسلمونها إلا هناك رسائل إيجابية أيضا الخبرة التي تتمتع فيها سمو أمير الكويت كبيرة ما تجعلها يروح والله بس نحن نبعث الرسائل وننتظر الرد لا في الأمور هذه لا بد فيه تمهيد لا بد فيه اتصالات لا بد فيه زيارات ولا بد فيه أبروفل الخلاف على من يحضره على المستوى أو على جدوى الأعمال أنا ما أعتقد حتى جدوى الأعمال ما فيه هو مجرد تكون يبدولي لأنه ما فيه مجالس وزارية عقدت لكن فيه الأهم الأكبر للقادة والشعوب هو المصالحة الخليجية هل ينجح الخليجيين في مصالحتهم؟ هذا هو السؤال رحمد يقول لك أستاذ عبدالله ما هي تقليراتك لإحتمال عقد القمة الخليجية المقبلة؟ يعني أنا أعتقد أن أولا القمة عادة هناك قبل هذه القمة يكون هناك قمة تشاورية تعقد عادة في منتصف العام لم تعقد هذه القمة يعني عادة تعقد بشكل سنوي في جدة هذه القمة لم تعقد هذا العام بسبب هذه الأزمة يعني لأنها هي تالية عادة بعد يونيو ويونيو تقريبا في هذا الوقت من كل سنة تعقد هذه القمة لم يتحدث عنها أحد يعني عن عقد هذه القمة وحتى الإعلام لم يتحدث عنها كثيرا لأنها هي عادة قمة تشاورية بين قادة الدول المجلس أنا أعتقد أن الكويت يعني من واقع حيادها في هذه الأزمة يعني الكويت كلنا نعرف أنها اتخلت موقف الحياد تحت مضلة الوساطة منذ بدء الأزمة الخليجية فأنا أعتقد أن الكويتيين وهذا ربما أنا الآن أسمع تفكيرهم يعني تفكيرهم المسموع يقولون أننا الدولة محايدة في هذه الأزمة القمة الآن في موعدها فلماذا لا تقام هذه القمة يعني من وجهة نظرية أن القمة لن تضيف شيء يعني للواقع الخليجي يعني ما دامت هناك يعني هذه الاستقطابات الشديدة بين دول الخليج فأعتقد أنها لن تضيف في الأمر شيء حتى لو عقدت القمة يعني لا أعتقد أنها ستؤثر على الأزمة القطرية والأزمة الخليجية يعني الموجودة الآن فبالتالي أنا أعتقد من وجهة نظري أعتقد أن عقد هذه القمة فقط هو يأتي التزام كويتي بحيادية الكويت فقط لا أقل ولا أكثر الكويت تظن أنها دولة محايدة في هذا الأمر وتظن أن القمة الآن في موعدها في شهر ديسمبر وعليها إجراء هذه القمة لذلك بعثت هذه الرسالة لدول الخليج هي بعثت قبل أسبوع يعني جاء مندوب كويتي رفيع المستوى والتقى بالملك سلمان في الرياض لا نعرف حقيقة ما فحوى الرسالة التي حملها المندوب الكويتي من الشيخ الصباح لكن من وجهة نظري أنا عقدت القمة أم لم تعقد لن يتغير في حال الأزمة الخليجية نعم رح أن تقول لك أستاذ عبدالعزيز هل هناك انطباعات في الدوحة باحتمال عقد القمة؟ يعني أولا دعيني أرحب بك والمشاهدين الكرام وبضيوف الأستاذ عبدالله والدكتور فهد يعني أنا أتفق كثيرا إلى ما ذهب إليه الزملاء بأن هذه القمة ربما تعقد بشكل أو بآخر لكن فقط في تفصيلها تحدث الزملاء عن قمة تشاورية سابقة عن أيضا تعودنا أن تكون هناك اجتماعات سابقة للوزارات السيادية لكن أعتقد ظروف هذه القمة الاستثنائية تجعل القادة يذهبون إليها بدون أي مشاورات سابقة بدون أي اجتماعات سابقة للوزارات السيادية نظرا لأن هذه القمة لن تناقش إلا موضوعا واحدا وهو الأزمة الخليجية الحالية وحصار قطر وبالتالي ليست هناك مثلا على أجندة هذا الاجتماع العملة الخليجية الموحدة أو أي إجراءات تتعلق بالحياة الجمهورية الاقتصادية سيداد العزيزي أجل تتوقع أنه لن تطرح إلا فقط الأزمة الخليجية ربما هناك ملفات أخرى قد تطرح بهذه القمة لا أعتقد أن هناك ملفات الآن أكثر حاجة للطرح على طاولة الخليج مثل هذه الأزمة التي نعيشها الآن والتي تضم كل الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية وكل مشابه ذلك بالتالي هذه القمة لأنها استثنائية فسيذهب القادة لها مباشرة بدون جلسات سابقة بدون مشاورات سابقة لكن أيضا أنا أتفق مع الدكتور فهد بأن سمو الشيخ صباح الأحمد رجل جاء من رحم الغرف السياسية ولن يقوم بإرسال مثل هذه الدعوات دون حصوله في وقت سابق على ضمانات على الأقل من عدد كبير من الدول وخاصة قطر والمملكة العربية السعودية بحضور هذه القمة شاهدنا مثلا الأسبوع الماضي زيارة مفاجئة لممثل الممثل الشخصي لأمير قطر إلى الكويت تلاها في نفس اليوم ذهب أيضا أحد الممثلين عن سمو الشيخ صباح إلى الرياض ومن ثم إلى الدوحة وبالتالي كان هناك حراك دبلوماسي مفاجئ خلال الأيام الماضية في الكويت وسائل إعلام كويتية رسمية هي التي أعلنت عن أن القمة وحددت الموعد وبالتالي هناك موادر لهذه القمة اليوم وصل قبل تقريبا ساعتين وصل مبعوث الكويت إلى الدوحة وتسلم الرسالة وكل المواشرات في الدوحة تؤكد أن الدوحة سترد بالإجابة وأنها جاهزة للمشاركة في هذه القمة هل تتوقع أن الدوحة قد تقدم تنازلات قبل القمة؟ من أجل عملية؟ لا أعتقد أن الدوحة ستقدم تنازلات قبل القمة لا أعتقد أن الدوحة تقدم تنازلات قبل القمة لأن لم تقدم الدوحة تنازلات في أصعب فترة من الحصار في بداية الأيام الأولى وبالتالي اليوم الدوحة وصلت إلى مرحلة متقدمة لم يعد هذا الحصار يؤثر عليها ولم يعد خانقا بشكل ما كان عليه في الأيام الأولى أعتقد أن اليوم كل قادة الخليج يقدرون أننا وصلنا في الخليج إلى مرحلة خطرة جدا على القيادات السياسية وعلى الشعوب وأعتقد أن مصطلح التنازلات مصطلح كسر الآخر أخرجوه على الأقل من دائرة النقاش السياسي هم سيتوجهون إن توجهوا إلى هذه القمة للتفاهم لوضع صيغة سياسية أتفق مع الأستاذ عبدالله أن القمة وانعقدت وان تناقش القادة لن تحل كل الملفات في ساعة واحدة ولن تشهد هذه الأزمة الخليجية تغيرا بدرجة 360 درجة لمجرد عقد هذه القمة ولكن على الأقل ستفتح باب ربما لاجتماعات لجان لوزارات سيادية يعني قد تكون هذه القمة عكسية بدلا أن تجتمع اللجان قبل القمة قد تفتح هذه القمة الباب لاجتماعات اللجان والوزراء في وقت لاحق للوصول ربما بعد فترة طويلة إلى صيغة يتفق عليها الجميع نعم دكتور فهد أستاذ عبدالعزيز تحدث عن بأن ربما تكون المحور الوحيد أو الرئيسي في القمة الخليجية لو عقدت هو الأزمة القطرية أو الأزمة الحالية بين قطر ودول المقاطعة ما رأيك في هذا الكلام؟ أعتقد أقول للأخ عبدالعزيز يعني مو عيب إذا الأخوة في غطر ترى مو عيب أن الإنسان يتنازل شوية ومو عيب أن الإنسان يراجع نفسه ومو عيب أن نسكر منابر الأخوان المسلمين ومو عيب أن نعدل الخطاب لقناة الجزيرة ومو عيب أن نشيل أهل التحريض والفتنة وبعض دعم الجماعات التي تصنف إرهابية ومو عيب أني أنا أقول للأتراك شكراً توكلوا على روحوا ومو عيب أني أقول للإيراني لا أنا مش محتاجكم علشان أبناء عمي وأخواني هذا مصير خليجي واحد وبالتالي مهم جداً أنه ما فيها شيء والله إحنا تنازلنا ولا إحنا كسبنا لا وأيضاً مو عيب بالحقيقة أن يتم بحث هذه الأمور في جدوى الأعمال لكن يجب أن تكون هناك نواية ما في مشكلة الإنسان يتنازل شوي علشان الشعوب إحنا يعني المشكلة دكتور فائد أنا أستطيع أن أقدم لك قائمة أطول من التنازلات التي أطلقتها يعني عموماً أنا اللي أقصد أن الناس الآن تقول نريد الحقيقة أن يتم حل هذا الخلاف أنا شخصياً مع موقف دول المقاطعة يعني للأمانة لكن أيضاً يجب أن يكون هناك الحقيقة حلول لأن كل الدول تحل خلافاتها أيضاً كان هناك تعهدات ما نبي نرجع للتاريخ خلونا نقفز إلى الأمام هل يستطيع المسؤولين في قطر أو القيادة القطرية أن تتقدم بخطوة راح ترفعها فوق عبر الحقيقة التفاهم حسب الشروط أم سوف يكون هناك وقفة عنادية وإحنا ما يهمنا شيء خلينا نقول لك ترى اقتصادك بدأ ينزل أخي عبد العزيز يعني إذا كانت تسمع أخبار غير هذه أنت رجل سياسي يعارف الاقتصاد بدأ ينزل التصنيف الاعتماني بدأ ينزل إحنا عارفين البير وغطاء لكن إحنا ما نبي نصل إلى هذا الموضوع الناس نريدها أن تتصالح سواء قيادات وشعوب عشان هالشكل الواحد يعني يحاول يقول كلام نعم دكتور فهد راح نتوقف عند هذه النقطة ونطلع فاصل فاصل قصير ونعود إليك أدنى بعض الفاصل أستاذ عبد العزيز قبل الفاصل تحدث دكتور فهد عن أن الاقتصاد القطري هو أول المتضررين من هذه المقاطعة ما رأيك بالنسبة لما قاله الدكتور فهد طبا أحترم رأيه ولكن عندما نتحدث عن الأرقام عن المعطيات الاقتصاد القطري تعرض نعم في الأسبوع الأول إلى نوع من الصدمة كما كل أطراف الدولة في قطر تعرضت للصدمة بسبب الحصار لكن ذلك أدى إلى تعافي هذا الاقتصاد والذليل أنه عندما نتحدث عن الاقتصاد نتحدث عن مؤشرات قطر لم تتأثر اقتصاديا بهذه الأزمة وإن كنا نؤمن أن هذه الأزمة استمرت على مدى بعيد فأن كل الدول دول الخليج ستتأثر اقتصاديا وستستنزف ماليا سواء من الدول التي ترغب الآن بالاستفادة من هذه الأزمة أو من الدول التي اليوم تبحث عن تحالفات جديدة مع دول الخليج لكن مسألة أيضا فكرة أن تقدم قطر تنازلات قبل القمة القادمة يعني كما سرد الدكتور فهد قائمة من الأشياء التي يعتبرها ليس عيبا أن تقدمها قطر أيضا أنا أستطيع أن نقدم لائحة طويلة منها أنها ليس عيبا أن تقدم السعودية اعتذارا عن دفع أو محاولة انقلاب على نظام الحكم وتقديم وجوه جديدة كحكام لقطر الإساءة للأعراض القطرية منع القطرية من الحج والعمرة نحن نرجع لهذه النقطة لا أريد الدخول في هذه التفاصيل ونحن نذهب إلى حل يعني لا أريد استحضار الست أشهر الماضية وتفاصيلها السيئة على كل خليجي وخليجية نحن نريد أن نذهب إلى حل الآن أعتقد أن فكرة أن يقدم أي طرف تنازلات فكرة غير واردة الأفضل الآن أن نتفق على الأقل على أن نجتمع على طاولة واحدة ومن ثم نتحاور بدون رمي اتهامات بالأدلة والبراهين أنت تحدث بأنه ليس على أي طرف أن يقدم تنازلات إذن ما هي الصيغة اللي ممكن عبرها أن نصل إلى حل هذه الأزمة لا أنا أقصد أننا لا يجب أن نفكر في أنه من سيقدم تنازلات للذهاب إلى هذه الطاولة الكل يجب أن يعني الآن من قادة الخليج أن الشعب الخليجي على صفيح ساخن وأن المنطقة الخليجية الآن أشبه بكيكة تحاول كل دولة من إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى حتى دول إفريقية أن تأخذ قسما منها وبالتالي اليوم حتى نحافظ على هذه المنظومة حتى نحافظ على كل مكتسباتنا السابقة يجب أن يذهب القادة إلى هذه الطاولة بدون أي شروط مسبقة وبدون أن نضغط حتى نحن كإعلام عليهم بأن من سيذهب رابحاً حتى قبل الجلوس على طاولة المفاوضات طاولة المفاوضات خلال تقديم الأدلة والبراهين من كل شخص يتهم الآخر من كل دولة عليها ملاحظات على الدول الأخرى يمكن من خلالها أن تقدم دولة لأخرى تنازلات اعتذارات تفاهم مباحثات منفصلة عن هذه القمة كل ذلك يمكن التباحث فيها على طاولة المفاوضات لكن قبل ذلك من يقدم تنازل أو اعتذار للآخر لا أعتقد أن هذا الأمر مطلوح لا في قطر ولا حتى في دول الحصار الأربعة نعم أستاذ عبد الله هل تعتقد أن ما زال هناك وقت للقيام بجهود على خط أزمة قطر قبل عقد القمة؟ أنا عندي بعض التعليقات على ما قال الأخوان وأيضا إجابة لسؤالك أنا أعتقد أنه لو لاحظنا في بداية الأزمة الخارجية كان هناك تحرك سياسي دولي كبير لإحتواء الأزمة تحرك أوروبي تحرك عربي تحرك حتى من اليابان والصين تدخل في هذه المثلة لكن لو لاحظت خلال الشهرين الماضيين الأمور هادية لماذا توقفت هذه الجهود؟ لأن هناك أسباف بداية لإحتحرك هذه الدول أولا كانت الدول الغربية بشكل خاص تريد أن تستفيد من هذه الأزمة والفعل استفادت الشعوب الخليجية ستتعود على مثل هذه الأزمة دول الغربية حاولت أن تصعد من هذه الأزمة للاستفادة ولتحقيق مصالحها وفعلا حققت الكثير من مصالح المالية والاقتصادية رأينا كيف عقدت صفقات كبيرة مع قطر إيطاليا عقدت فرنسا عقدت صفقات كبيرة مع قطر إيطاليا عقدت صفقة بسبعة مليار يورو في قطعات بحرية لقطر فبالتالي أنا أعتقد أنها انتهت هذه المسألة الآن بقي فقط الدور الكويتي دور الوساطة الكويتية الذي يعتقد الكويتيون أنه ما زال ممكن في ظل تنظيم مجلس القمة القادمة فبالتالي أنا أعتقد أنه ليس هناك إلا فقط قمة أريد أن أعلق أيضا على مسألة التنازلات يعني ليس مطلوبا من أحد أن يقدم تنازلات يعني تكلم الدكتور فهد كيف نوصل لصيقا؟ تكلم الدكتور فهد وتكلم الأقعب العزيز عن مسألة التنازلات ليس هناك تنازلات هناك فقط مطلوب من قطر بضعة شروط تريد دول مقاطعة أن تحققها قطر لتعود إلى حظنها الخليجي ليس مطلوبا منها تقديم أي تنازلات وليس مطلوبا من دول الخليجي الأخرى أن تقدم تنازلات كذلك ليس هناك مفهوم للتنازلات أصلا التنازلات معناها أن تنزل من حق لك لمنطقة تسوية معينة للتصالح مع دولة أخرى تنزل من منطقة خاصة فيك هذا ليس صحيحا طلبة من قطر 13 مطلبة أن تتعلق بالأمن الخليجي المشترك طلبة منها أن تتوقف عن التعريض الإعلامي طيب قلصت هذه الشروط أصبحت ستة مبادئ ستة مبادئ هي في النهاية تضم الثلاثة عشر مبدأ بشكل أو بآخر طلبة منها أن تتوقف عن التعريض الإعلامي طلبة منها أن تتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى طلبة منها أن تتوقف عن دعم الإرهاب طلبة منها أن تتوقف عن تمويل الإرهاب هذه المطالب ليست تنازلات من قطر يعني عندما نقول تنازلات فمعناها أن هذه منطقة حق لقطر أستاذ عبد الله، بعض المطالب وصفت من بعض الجهات الخارجية أيضا وليس فقط الخليجية بأنها غير منطقية. ليس هناك أي من هذه المطالب غير منطقية. عندما أطالبك بأن تتوقف التحريض الإعلامي فهذا مطلب منطقي. عندما أطالبك بأن تتوقف عن التمويل للإرهاب فهذا مطلب منطقي. عندما أطالبك بمنع الدعم للإرهاب فهذا مطلب منطقي. عندما طالبك يمنع التدخل في شؤون الدول الأخرى من خلال تجنيد مواطنين في دول أخرى للقيام بأجندة خاصة فيك فهذا مطلب شرعي ومنطقي كذلك في النهاية أعود وأكرر نحن في دول الخليج وقد كتبت بالمناسبة مقال من حوالي خمس أو ست سنوات عن فائدة مجلس التعاون الخليجي قلت أن مجلس التعاون الخليجي لم يحقق لشعوب الخليج أي فائدة خلال 35 أو 37 عاما الفائدة الوحيدة التي تحققت لدول مجلس التعاون الخليجي أو أنه بنا حصنا عن تدخلات الآخرين في دول مجلس التعاون الخليجي لم نرى التركي موجودا لم نرى الإيراني موجودا في المنطقة خلال السنوات الماضية عملية التدخلات تنبع بعملية انهيار ربما يكون للوحدة الخليجية أول أزمة فقط حصلت في مجلس التعاون الخليجي رأينا التركي رأينا الإيراني فنعتقد أن مجلس التعاون الخليجي كان فقط حصنا ضد التدخلات الأجنبية لكن للأسف تهدم هذا الحصن بمجرد وجود أول أزمة بين الدول الخليجي دكتور فهد لديك تعليق على ما ذكرها أستاذ عبدالله تفضل لا يعني ما أعتقد لم يكن موفق أن الأخ عبدالله أنه يقول مجلس التعاون الخليجي ما سواننا شيء لا والله بالعكس أنا من يوم تأسيس مجلس التعاون وأنا بالجيش وإحنا شفنا اللجان وشفنا التنسيق شوفوا الآن الإمكانيات شوفوا إحنا الآن نتحدث على أهمية مجلس التعاون أنا أعرف أنا زرت عدة دول من دول مقاطعة فعلا يعني أنا مع الأخ عبدالله ما حد كان الآن يعني يذكر الخلاف والأهمية وأن أهمية وجود الأخوة في غطر الحقيقة يعني الناس قالت خلاص يعني أنا بنسكر الباب لكن مجلس التعاون وكينونته وكل هالإرث اللي مع بعض وهالزيارات وهاللجان والتسهيلات وتنظيمات مكافحة الإرهاب والتفاقياتها وتنظيم التعاون العسكري أعطيك مثال أنا أحد الأشخاص دولتي أحد الأشخاص المستفيدين من مجلس التعاون الخليجي شاركوا في حرب تحرير الكويت استدعيناهم في 1995 أو 1994 استدعيناهم في 2003 وكانوا متواجدين البحرين مستفيدة أيضا من دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي هناك فائدة مش بس الآن نتحدث على الشق العسكري احنا فيه فوائد سياسية التضامن الموقف الاحترام الناس لنا الكتلة الخليجية هذا مهم يعني ما يجب أن نحنا الحقيقة نتناسها رح أرجع إلى محورنا لنتكلم عنه وفيه سؤال إليك ماذا لو أصرت دول المقاطعة السعودية الإمارات والبحرين على عدم حضور قطر أنت تحدث الآن عن المجلس التعاون الخليجي يعني المجلس ولا سيما أن ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى الخليفة أعلن رفض بلاده حضور قمة تشارك فيها الدوحة ما لم ترجع الأخيرة بحسب تعبيرها إلى رشدها نعم يا سكينة تفضل أنت تسأليني أسئلة صعبة لأسئلة هذه يعني خيارات القادة إذا أصرت الدول احتمالات مفتوحة الاحتمالات مفتوحة هل هي مصرة على أن يكون التمثيل لا يكون عالي المستوى هل هي مصرة على عدم حضور قطر هل هي مصرة على الحقيقة بديل للحضور هل هي لحظة دكتور بديل من أي ناحية بديل من أي ناحية بديل للحضور ماذا تفعل بديل للحضور أنا أطرح كل الخيارات الموجودة الموجودة على الساحة يقصد من انقلاب دكتور لما السؤال يجي لا لا لما السؤال يجي هذه القرارات أنا أدرك تماما أنها في أيدينا القادة يعني أعطيش مثال المكالمة التي حدثت بين سموه أمير قطر الشيخ تميم وسموه للعهد السعودي الأمير محمد كانت ممكن تحل الموضوع تكهرب الجو تم استخدامها من أطراف آخرين الموضوع اعتراها الكثير من التعليق هذه الأمور تناقش أعتقد أنها تناقش تناقش بهمس وبصمت بالتالي إذا كان هناك احتجاج الخيارات مفتوحة عدم حضور القيادة القطرية عدم توجيه الدعوة لها لكن الآن أخوي عبد العزيز يقول المندوب الكويتي موجود أو الممثل الكويتي موجود في قطر لتسليم الدعوة وأيضا هناك ممثل للأمير فيسلم الدعوة للأخوة في الرياض والدول الأخرى أنا أعتقد يجب أن تكون لدينا القوة والجرأة والعزيمة أن شوية نتقدم إلى الأمام ونترك الإرث الست شهور هذه اللي عاملة مشكلة دول المقاطعة أنا رحت البحرين والرياض والإمارات تجاوزوا بصراحة مثل ما يقول الأخ عبد العزيز نحن تجاوزنا الموضوع هذا هم تجاوزوا نفس الدكتور فهد الاعتياد على الأزمة دكتور فهد الوحدة الخليجية من بداية تأسيس مجلس السعاون الخليجي وحتى من قبله هناك وحدة خليجية هناك أواصر دم هناك الاعتيادهم على الأزمة أليس أمر خطير؟ اعتياد الشعوب أيضا على الأزمة أليس أمر خطير؟ وهذا السبب احنا نتحدث الآن ببرنامجكم ومحرجين ما حنا قادرين نقول اللي بقلوبنا كله لأن تخاف يعني تفهم في والعنقاد قبل أسبوع بعد أسبوع مثلا الجدول لكن يجب أن تكون هناك شجاعة هنا يظهر الأبطال القادة التاريخيين هنا ظهورهم هذا وقت ظهورهم لما تكون الجماهير تابعهم ويظهر قائد بطل تاريخي يسطر هذا الموقف بالذات في ظروف كل الناس تتآمر علينا يا أخت سكينة كل الناس العالم هذا يريد أن يستنزف أموالنا لا يجب أن نترك لهم فرص وأيضا إحنا كشعوب صامتين لأن نقول هؤلاء العائلات الحاكمة أقرب لبعض مننا إحنا صلاتهم مع بعض أقرب لبعض مننا كشعوب موقف محرج لكن أنا أقول نريد البطل التاريخي القائد اللي يطلع للأمام ويحاول أن يحتوي هذا الخلاف والكويت تساهم في هذا الموضوع أعتقد أن الكويت دائما جادة في هذا الموضوع أنها تخفف العزو نعم فاصل قصير ونعود إليكم عدنا بعد الفاصل أستاذ عبد الله قبل الفاصل كنا نتكلم عن موضوع التنازلات اللي ممكن أن تقدم أو أن تتحدث لا يجب على الجميع أن يقدموا تنازلات كل الذي يجب أن يجلسوا على طاولة حوار ويصلوا إلى صيغة صيغة ترديط جميع الأطراف الوزير عادل الجبير قبل أيام ذكر بأن قطر قامت بإجراءات إيجابية منها مثلا توقيع تفاهم مع أمريكا حول تمويل الإرهاب أيضا غيرت قوانين متعلقة به وقلصت دعمها لمنظمات متطرفة أو مصنف متطرفة مثل حماس ألا يمكن أن يبنى على ذلك كأرضية لتدوير الزوايا بين الأطراف للحصول على حال؟ يعني هذا أحد المطالب التي تحققت في ثلاثة مطالب الآن تحققت وأعيد وأقول أنه ليس التنازلات يعني توقيع قطر مع الليدارة الأمريكية على مذكرة مكافعة الإرهاب لم يكن تنازلا من قطر مثلا هذا بالنسبة لقطر أعتقد أنه مسئلة عادية وكان مطلبا من دول المقاطعة فبالتالي أعتقد أنه ليس التنازل وليس مطلوب التنازلات يعني لا أحد يريد تركي أحد في النهاية نحن الدول الخليجية واحدة شعوب واحدة تربطنا أشياء كثيرة يعني التاريخ والدم والجغرافيا جذورنا ممتدة في هذه الأرض جميعا ربما تتشابك هذه الجذور في الأسفل ما هو مطلوب الآن أن تتوقف التحريض الإعلامي عن دول الخليج وعن مصر كذلك لا ينبغي أن يتم تحريض المواطنين البحرينيين على حكومتهم لا ينبغي كذلك أن نحرض الشعب المصري ونساهم في تثوير الشارع المصري ضد حكومة بحاجة إلى استقرار بحاجة إلى بناء بلد فبالتالي أنا أعتقد أن هذه المطالب من الممكن تحقيقها بسهولة من الممكن عودة قطر بسهولة لحوض الخليج هي فقط يجب أن تتوفر النواية الحسنة أنا أعتقد أن النواية الحسنة ربما هناك عندما نبعد التدخلات الأجنبية بشكل عام عندما نفصل هذه المنطقة ونعزلها عن التدخلات الخارجية ربما يكون هناك حلا بين دول الخليج والقطريين القطريين في النهاية هم مننا ونحن منهم وبالتالي لا نحن نتمنى أن تطول هذه الأزمة أبدا ولا أظن القطريين كذلك تمنون ليست المثلة متعلقة باقتصاد ولا متعلقة بسياسة هي في النهاية متعلقة بمستقبل لهذه الدول كنت أتحدث قبل الفاصل عن مجلس تعاون الخليجي وأقول أنه لم يحقق لدول الخليج شيء يذكر خلال 35 سنة الماضية يعني شيء مثلما تعقق في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لكن كنت أقول أن الميزة الوحيدة التي تحققت لهذا الاتحاد وما زلنا نفتخر بها حتى اليوم هو منع التدخلات الخارجية في المنطقة يعني هذا الحصن الذي يبني سنة 81 منع أي تدخل خارجي في المنطقة إلا مع دول هي صديقة لدول الخليج ككل فرنسا موجودة في الخليج أمريكا موجودة في الخليج بريطانيا موجودة في الخليج لكن كل هذه الدول صديقة للدول ست لكن لا يمكن أبدا أن تقبل دول الخليج أن تكون هناك دول عدوة لأحدى هذه الدول أو على خلاف مع هذه الدول أو ذات خصومة تاريخية مع هذه الدول موجودة الآن في المنطقة نعم عن دول عدوة لبعض دول الخليج ولكن هناك بعض الدول الخليجية تتعامل مع هذه الدول ليست قطر وحدها يعني هناك أكثر من دولة خليجية لا عندها مشكلة في عملية التعامل مع هذه الدول لكن لها مطامع معينة في هذه المنطقة ووجدت في الأزمة الخليجية الآن نعم لها مطامع ولكن هناك دول سبقت قطر في التعامل معها ليس تعاملا على مستوى عسكري لم يكن هناك تعامل لا بالنسبة لتركيا ولا بالنسبة لإيران لم تكن تركيا وإيران موجودة في منطقة الخليج وجودا عسكريا لكن هذه الأزمة سمحت لهذه الدول بأن تتواجد في منطقة الخليج تواجدنا عسكريا وهذا ما يقلق دول الخليج بشكل عام وهذا ما كنت أقول أنه من فوائد الفائدة الوحيدة التي ربما كانت لمجلس تعاول الخليجي أنها حمت هذا المجلس من هذه التدقلات الآن مع أول أزمة خليجية للأسف الشديد جاءت هذه الدول منطقة الخليج على شكل قواعد عسكرية أو على شكل منظومات عسكرية سأقول لك سيد عبد العزيز ستمسك القيادة القطرية بعدم ألمس بسيادتها مع تأكيدها على التمسك بالحوار في وقت تطالبها دول المقاطعة بالاعتراف بالخطر لأنه أول خطوة في طريق الحل على حد وصف الوزير عادل أجبير فما هي الوصفة القطرية لحل الأزمة مع جيرانها سمحيني أن نوضح بعض النقاط أولا قطر لا تريد لا تفكر في العودة إلى الحضن الخليجي لأنها لم تخرج من الحضن الخليجي أبدا وقطر تعتبر نفسها في منظومة مجلس التعاون ولم تفكر ولم تهدد يوما بالخروج من هذا الحضن الخليجي أيضا فكرة ردد الأخوة كثيرا أن الأزمة الخليجية غير موجودة في دول الحصار الآن ولا يتم تداولها سمو أمير قطر قال في جلسة مجلس الشورى الأخيرة أن قطر بألف خير كانت بخير في علاقتها مع الدول الخليجية والآن هي بألف خير بدون هذه العلاقة الأخي عادل سعدة الوزير عادل جبير يتحدث عن اتفاقية مكافحة الإرهاب الحقيقة أن هذا تحوير للأزمة وهذا أمر غير صحيح لأن اتفاقية مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة التي توقعتها قطر منتفق عليها من أكثر من ست أشهر قبل الأزمة وصادف أن توقيعها في هذه الأزمة ووقعت في الأيام الأولى وحتى قبل هذه المبادئ التي يتحدث عنها عادل جبير وبالتالي اليوم لا يجب استخدام بعض الأشياء التي نراها والسابقة لتجييرها لمصالحنا الشخصية عسكريا إيران وتركيا عفوا عندما نتحدث عن إيران هي لا وجود عسكرية لها في قطر ولا يوجد اتفاقية عسكرية بين قطر وإيران نعم هناك وجود القوات تركية هناك اتفاق لقطر عسكرية مع تركيا ولكن أيضا الملك سلمان بن عبد العزيز عندما قام بزيارة تركيا العام الماضي وقعت اتفاقية متعددة مع تركيا ومنها اتفاقية عسكرية أخوة عبد العزيز في اتفاقية بين قطر وإيران سنة 2001 وقعت في 2001 وجددت في 2010 بس أستاذ عبد الله إذا تسمحني بتعيد أنه ما سمعتلك أقول في اتفاقية بين قطر وإيران وقعت في 2001 وعتقد جددت في 2010 أنا أتكلم عن وجود قوات إيرانية في هذه الأزمة في قطر غير صحيح ولم توقع قطر اتفاقية عسكرية مع إيران بسبب هذه الأزمة هناك اتفاقيات لحماية الحدود العليا في قطر نظرا لاشتراق قطر مع إيران في حق الغاز الشمال وبالتالي هو حق المشترك بين قطر وإيران تمتلك إيران 30% منه والاتفاقية العسكرية متعلقة فقط بحماية هذا الحقل من قبل الطرفين لكن أي حماية عسكرية توفرها إيران لقطر هذا غير صحيح لا في السابق ولا في الوقت الحالي أما تركيا المملكة العربية السعودية وقعت العامل الماضي الكويت الآن تدخل فيه مفاوضات عسكرية مع تركيا للاستفادة من الخبرات العسكرية التركية وبالتالي لا دول الخليج تعتبر تركيا عدو ولا حتى دول الخليج تعتبر إيران عدو لها رغم كل تصريحات السياسية التي تقول ذلك أحمد العزيز ذكر أردوغان قبل حوالي ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أنه في مفاوضات مع المملكة العربية السعودية لإنشاء قاعدة تركيا وخرج بيار رسمي سعودي أعتقد أنه حتى أيضا كان شديد اللهجة في هذه المسألة يقول أنه ليس هناك مفاوضات والسعودية لا تحتاج أبدا لأن تبني تركيا قاعدة عسكرية في السعودية حديثك صحيح سيد عبد الله ولكن الملك سلمان عبد العزيز وقع مع تركيا مجموعة من الاتفاقيات ومنها اتفاقية عسكرية لتبادل الخبرات في العام الماضي وبالتالي نحن لا نتحدث عن عدو يعني عندما نتحدث عن تركيا لا نتحدث عن عدو إيران ربما الآن التصريحات السياسية تقول أنها عدو لكن عدد الجالية الإيرانية في دول الخليج يضاهي ربما شعب قطر في بعض دول الخليج حجم الاستثمارات مثلا في الإمارات يضاهي حجم الاستثمارات القطرية مع العالم أجمع سوالك الأستاذ السكينة بالنسبة لقطر وما الذي يجب أن تقدمه قطر للوصول لحل هذه الأزمة أعتقد أن قطر يكفيها الحصار الذي أقيم عليها ليكفيها أن تعفوا عن شقاها بعد الحصار الذي أقاموه وبعد كل الإساءة في المنظمات الدولية والإساءة للأعراض ولضرب كل العراف الاجتماعية وحتى الإنسانية في قطر وفي منظومة مجلس التعاون ووصولا إلى محاولة تسقاط العملة القطرية والكثير من الحوادث يكفي أن تعفوا قطر رح أن تقلنا دكتور فهد بمثل هذه التصرفات لتحل هذه الأزمة دكتور فهد عندك تعليق على ما ذكر؟ أيوة لازم نخفف التراشق الإعلامي هذا شيء مهم جدا لأن التراشق الإعلامي سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو على المحطات أو حتى أعطاء المعلومات المبالغ فيها أو القير دقيقة يجعل يشحن الأمور بالتالي لنسهل عمل السياسيين القادة نحن كشعوب يجب أن نمارس في هذا العمل عبر عدم التصعيد الإعلامي النبرة الهادئة النظرة الواقعية هذا مهم جدا الآن في جهات أخرى لا تريد لهذا الجهود الطيبة أن تستمر وهي جهات خارجية ومركزها أقول لتشان الآن موجودة في النجف وموجودة في لبنان وموجودة في طهران وموجودة في ماليزيا نعم دكتور فهد في ماليزيا البعض يقول بأن ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص هم محسوبين على دول بمعنى أن هناك دول يعني التراشق اللي صاير من أطراف دول المقاطعة نفسها أو أمر سياسي من دول المقاطعة صحيح لا صحيح هناك أربع أو خمس شخصيات تتحدث بهذا الموضوع وتبدي وجهة نظرها لكن لو شفت الحسابات القير معرفة والحسابات الوهمية والمقالات اللي تطلع بشكل وكالات أنباء من الطرفين وبالأخص هناك حسابات مدعومة من قبل إيران ومدعومة من قبل تنظيم الأخوان المسلمين في ماليزيا ويتم هذه الحسابات وتركيا على فكرة هذه الحسابات تريد إشعال المنطقة نحن كمواطنين خليجيين خلينا نهدأ ونتحدث بهدوء عشان نترك المجال للسياسيين أن يتحدثوا بهدوء ونسخن الأجواء هذا هو واجبنا كمواطنين إذا تسمحيني أستاذ السكينة فقط أعلق على أستاذ عبد العزيز نعم أنا أوافق كثير ما ذهب إليه الدكتور فهد وأيضا أضيف إليه أن إذا كان القادة الخليجيين إذا كانت الشعوب الخليجية إذا كان الإعلام الخليجي يريد حل هذه الأزمة وبالتأكيد هو يريد فعليه أن يستمع إلى صوت الحكمة الكويتية الوسيط الكويتي سموه الشيخ صباح الأحمد ووساطة النبيلة في هذه الأزمة هو صوت العقل وصوت الأخوة الوحيد في هذه الأزمة كل الدول بلا استثناء سواء التي مع قطر أو مع دول الحصار أو التي تمثل دور الحيات كل الدول تسعى للاستفادة من دول الخليج من قطر والسعودية والإمارات والبحرين سواء خلال هذه الأزمة أو بعد هذه الأزمة الدولة الوحيدة التي تريد حل هذه الأزمة بدون أي مكتسبات لا سياسية ولا اقتصادية هي دولة الكويت وبالتالي إذا أردنا حل هذه الأزمة علينا أن نستمع لصوت العقل في منطقة الخليج وهو مركزه الآن الكويت ويمثله الشيخ صباح الأحمد الصباح نعم رح أن تقول لك أستاذ عبدالله أيضا في المقابل قطر تتهم الدول المقاطعة بأنهم قاموا بأكثر من أشاء في التدخل في شؤونها الداخلية منها محاولة قلب مضام الحكم مثلا منها دعم بعض القبائل منها أيضا بعض الشخصيات في الأسرة الحاكمة محاولة إعلاءها كأنهم حكام مقبلين لقطر ما رأيك في هذا الكلام ما تعليقك يعني أنا أعتقد أنه لم يكن هناك تدخل في الشؤون الداخلية القطرية قبل 5 يونيو 2017 لم يكن هناك أي تدخل لكن هل الأزمة تبرر هذه التدخلات؟ لا تبررها بالتأكيد وليس هناك تدخلات سعودية في شأن قطري خالص الأزمة القطرية هي في النهاية أصبحت مثل ما قال ولي الأهد السعودي أنها أصبحت أزمة صغيرة جدا جدا في الشأن السعودي لم يعد أحد من السعوديين يهتم بهذه الأزمة قالوا بالمناسبة إذا كنا نتذكر هذا الأمر جيدا في بداية الأزمة كانت دول الأربع المقاطعة تهدد بالتصعيد إذا كنت تتذكرين هذا الأمر يعني تقول أن لن نكتفي بهذه الإجرات ربما يكون هناك حل أسكري الشيخ صباح ذكره في كلمته الأخيرة أنا أعتقد أن الشيخ صباح عندما ذكر هذه المسألة لم يقصد أن التدخل العسكري أنه سيكون لدول مقاطعة غزوة عسكرية لقطر هذه كانت فقط ربما أن الشيخ صباح كان يدخل تدخل عسكري دولي ربما أن الشيخ صباح كان يتحدث عن إمكانية عسكري سنتوقف عند هذه النقطة أستاذ عبدالله فاصل أرجع لك على نفس النقطة فاصل قصير ونعود إليكم أدنا بعد الفاصل أستاذ عبدالله قبل الفاصل كنت تتكلم عن لما تكلمت لك أن الشيخ صباح ذكر أيضا أن هناك قد يكون حل عسكري لم يتحدث الشيخ صباح بهذه اللغة ولم يتحدث بهذه اللهجة الشيخ صباح كان يقصد عندما كان في المؤتمر الصحفي مع دونالد ترامب في البيت الأبيض كان يتحدث عن أن دول خليج وقطر تجاوزت مسألة إمكانية تصعيد هذه الأزمة إلى حلول عسكرية فقط فبالتالي أنا أعتقد أن هذه المسألة سيدي أنا تحدث أيضا عن تصريحها في مجلس الأمة الكويتية أن هذه المسألة أعطيت أكبر من حجمها يعني كان يتحدث عن أن الأزمة توقفت في حد معين بحيث لم يتم تصعيدها عسكريا فقط نعم رحنا تقول لك أستاذ عبد العزيز يعتبر الكثير من المراقبين أن مجلس التعاون الخليجي كمنظومة أقليمية يحتاج إلى مراجعة شاملة لسياسته ومواثيقة فما هي الثغرات التي تعتري هذه المنظومة برأيك؟ يعني بالتأكيد منظومة مجلس التعاون اليوم تحتاج إلى مراجعة وإلى تفعيل العديد من الأشياء التي افتقدناها في هذه الأزمة على سبيل المثال اختفاء الأمين العام لمجلس التعاون كان علامة استفهام كبيرة في هذه الأزمة لجنة فض المنازعات الموجودة في مجلس التعاون لم تفاعل في هذه الأزمة وهي أنشئت لمثل هذه الأزمات لمثل هذه الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الأعضاء وبالتالي وجدنا منظومة مجلس التعاون اليوم في هذه الأزمة شبه غائبة الأسبوع الماضي المملكة العربية السعودية منعت حتى القطريين العاملين في الأمان العامة لمجلس التعاون من الذهاب والتوجه إلى أعمالهم في الأمان العام وبالتالي أعتقد أن مجلس التعاون اليوم كمنظومة لا يحتاج فقط إلى إعادة القواعد الإدارية فيه ولكن يحتاج إلى إعادة بناء الثقة في هذه المنظومة اليوم للشعب الخليجي ولا حتى القيادات الخليجية تثق أن هذه المنظومة الخليجية يمكن أن تقودنا لأحلامنا التي كنا نتحدث عنها سابقا وأيضا الشعب الخليجي اليوم لا تعول على منظومة مجلس التعاون في أن تحميها من أزمات كبرى مستقبلية سواء أزمات داخلية بين الدول الأعضاء أو بين جهات خارجية لأنها اليوم في أهم أزمة خليجية تمر بها هذه المنظومة ووجدنا أنها تقف عاجزة ربما في زاوية الغرفة تتفرج على ما يحدث ويمتلك قرارها السياسي من يمتلك الأمان العامة كمقر فيه ومن يمتلك الأمين العام كشخص يعود إلى هذه الدولة أو تلك وبالتالي هذه المنظومة ربما بشكل أو بآخر يعاد تشكيلها ربما لا تعود مجلس التعاون الخليجي ربما تعود إلى اتحاد تحالف ربما يشهد تحالفات تقليمية يعني الكثير أيضا يتحدثون عن أن هذه المنظومة قد تنهار قريبا وقد نشهد تحالفات مختلفة مثلا البعض طرح سيناريو مثلا الإمارات السعودية البحرين مصر وربما دول أخرى البعض طرح حتى محور إيران قطر تركيا ربما تنظم الكويت بشكل أو بآخر العراق وبالتالي نحن أمام اليوم تحدي كبير يواجه الشعوب الخليجية وأود التركيز على الشعوب الخليجية لأن الشعوب الخليجية لطالما عملتها القيادات الخليجية بأنها لا رأي لها في القرارات السيادية الكبرى والسياسية تحديدا واليوم للأسفة القيادات تواصل ذلك ولا تشترك الشعوب الخليجية في ذلك وضحت الفكرة سنتقلها دكتور فهد تحدث تلعب العزيز أنه ربما تكون هناك تحالفات جديدة في المنطقة قد تنهار الوحدة الخليجية لتحل محلها تحالفات دول خليجية مع دول غير خليجية أو دول خليجية مع بعضها البعض بمعزن عن دول أخرى ما رأيك؟ قد تكون هناك محاور بالنسبة لنا في دول مجلس التعاون الخليجي مصر تعتبر عمق استراتيجي ومهم جدا يجب انتقوية الدور المصري مو علشان فيه رئيس موجود ولا علشان فيه مجموعة موجودة لا تاريخيا مصر تشكل درع لشبه الجزيرة العربية من الهجمات الإرهابية ومن الهجمات التقليدية التحالفات الأخرى يعني حتى لبعدها الجغرافي ما راح يكون تحالف أكثر ما هو تحالف مصلحة بدل ما هو تحالف مصير أبي أقول لأخي عبد العزيز يعني أخي عبد العزيز كلامك فيه حقيقة يعني ودية وصحيح لكن انت تتقاضى الطرف الآخر وأغصد الحقيقة دولة قطر عبد العزيز قول للجزيرة أنها توقف الفيلم المفبرك اللي يعمل ضد الإمارات ويتهم الإمارات بضرب المدنيين متعمدين وجايبين ممثلين لهذا الفيلم وجايبين شوق قبائل ومعطينهم رشاوي لست رئيساً لمجلس دارة قناة الجزيرة يا سيد قولهم هذا الفيلم موجود لست مسؤولاً عن الجزيرة دكتور فهد ليس محور حديثنا هذا الموضوع سنتقل الآن لأستاذ عبد الله أين تصنف باختصار أين تصنف مكامل الخلل في منظومة عمل مجلس التعاون الخليجي جي لاسيماً مع تكرر الأزمات التي تعتري نتقل الآن لأخности أمين عامل استعاون الخليجي نريد أمين عامل استعاون الخليجي يكون مثل فدريكا موغريني لأنه ليس ناطقاً فقط بإسم الحكومات الخليجية بل يكون له دور على المستوى الإقليمي ولمستوى العالمي نريد أيضاً أن يكون هناك برلمانات شعبية لدول الخليج ب pal موحدة أيضاً لدول الخليج يساهم في صياغة قرارات خليجية موحدة يساهم في سين مشاريع وتشريعات خليجية موحدة مثل ما يحصل أيضا في أوروبا نريد أن يكون هناك اتحادا خليجيا بشكل أو بآخر يعني دائما افتقدنا للصوت الخليجي الواحد في المحافلة الدولية كل دولة خليجية بالرغم من وجود مجلس تعاون الخليجي إلا أن كل دولة خليجية في المحافلة الدولية تتحدث باسمها وصوتها المفرد نريد أن يكون هناك صوت موحد لهذه الدول الخليجية مثل ما يتتحدث الآن في دريكا موغريني باسم الاتحاد الأوروبي ككل سيد عبد الله خلص وقتنا بهذه الفقرة ننتقل الآن إلى فقرة السوشال ميديا في فقرة السوشال ميديا نصلت الضوء مشاهدين على التعليقات والتوقعات التي تناولت موضوع انعقاد القمة الخليجية تقرير ثم نتابع النقاش غصى موقع تويتر بالأنباء الآتية من الكويت باحتمال عقد القمة الخليجية بمشاركة جميع عضاء مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر حتى على مستوى القادة من دون أن يكون هناك تأكيدات رسمية لهذه المعلومات وكانت حسابات الناشطين والمواقع الإخبارية الكويتية الأعلى منسوبا في التفاؤل واضعة هذا الخرق الذي ينسحب على الأزمة الخليجية في سلة نجاح قيادة الكويت في تذليل العقبات أمام لم شمل الأعضاء في مدس التعاون في المقابل كان هناك الكثير من التساؤلات من الناشطين من بعض الدول المقاطعة لقطر حول صحة هذه الأنباء رافقها أخبار تشير إلى إصرار الكويت على عقد القمة حتى لو تطلب ذلك تغييب قطر من دون أن يغيب شبح التأجيل عن السيناريوهات المطروحة فهل يفرح المتفائلون أم ستجري الرياح بما لا تشتهي سفن المتفائلين نعم أستاذ عبدالله كيف تصف لحفة الخليجيين لتتبع موضوع انعقاد القمة هل هو خشية على الوحدة التي بينهم يعني أنا أتوقع أن الشعور الجغرافي ديني تاريخي أكثر منه شعور سياسي لكن لا يوجد شك أن كل مواطنين دول الخليج يتمنون أن تنتهي هذه الأزمة سريعا يتمنون أن يعود الخليجيين إلى لحمتهم السابقة بليس تنازلات قطر وإنما أن تنفذ قطر مطالب الدول المقاطعة نعم أستاذ عبدالعزيز يعتبر كثيرون أن مجلس التعاون الخليجي لطالما كان أكثر التكتلات الدولية تجانسا من حيث الدين والعرق واللغة وحتى صلاة النسب والقربة التي تربط شعوبها هذه الأزمة كيف ترى انعكاسها؟ حتى خلال أنت تحدثت أيضا عن السوشال ميديا كيف ترى انعكاسها على السوشال ميديا؟ يعني دعينا أقول أن هذه الأشياء التي تربط دول الخليج هو ربما الشيء الوحيد الآن الذي يجعل هذه القائمة أو هذه الأزمة تبحث عن حل لأن لو لا هذه الأشياء لوجدنا الآن الدول تفترق منذ اليوم الأول أعتقد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأزمة كان كبيرا خاصة موقع مثل موقع تويتر أثر كثيرا بسبب كما ذكر الدكتور فهد الشليمي سواء بالحسابات الوهمية من دول متعددة تريد ضرب اللحمة الخليجية أو من خلال بعض الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون وتحديدا المملكة العربية السعودية من خلال استخدام حسابات وهمية لشن حملات إلكترونية ضد قطر هذه الأزمة بدأت بهجمة إلكترونية وأعتقد أن موسالة تواصل الاجتماع جزء لا يتجزأ منها أعتقد أن القضية أكبر من حملات الإلكترونية يا ستاد عبد العزيز يا أخوي عبد العزيز القضية ليست متعلقة بمسالة حملات إلكترونية من هذه الدولة المثلة متعلقة لا أعتقد أن جزء من هذه الأزمة كان وأثرت وسائل التواصل الاجتماعي فيها بلا شك سلبا أو إجابا أنا أتقل الأمر متعلق بموقف سياسي لدولة معينة في مقابل مواقف سياسية لدولة أخرى أحد رح أنتقل لدكتور فهد أنا أتفق معك نعم رح أنتقل لدكتور فهد دكتور فهد أنت أحد الناشطين جدا والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وأكيد مطلع على حسابات ناشطين آخرين في تويتر لاحظت أن بعض الناشطين لديهم ارتفاع في منسوب التفائل بانعقاد القمة فهل هذا التفائل مبرر برأيك ولا يبشر ذلك أيضا بخيبة أمل كبيرة في حل فشل الانعقاد لا في وسائل التواصل الاجتماعي أيضا كمان مغرد يوم لهم دور فأنت إذا تبث روح التفائل وتحاول تقول إن شاء الله القمة راح تعقد وتعطي مؤشرات عليها بتشجع الوسط الآخر هذا إيش يعمل هذا يخفف حدة التوتر يخفف من تبادل الاتهامات لكن في مصادر قلت لكم موجودة هي من تريد ضرب الوحدة الخليجية وهي ليست من الخليجيين وهي موجودة في طهران وفي النجف وفي ماليزيا وفي تركيا هذا شيء حقيقي وليس خيالي نعم وضحت الفكرة دكتور شكرا لك أشكر ضيفي من الدوحة الإعلامي القطري عبدالعزيز آل إسحاق ومن الكويت العقيد ركن المتقاعد والمحلل السياسي دكتور فهد الشليمي وضيفي في الستيديو الكاتب والمحلل السياسي السعودي عبدالله ناصر الاعتابي والشكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة كانت معكم سكينة المشيخص ونلقاكم الأسبوع المقبل على خير